أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة ندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس وليك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري علمت صفحة سيب صالح من مصادر مطلعة بدوان وزيرة العدل أنه قد تقرر إعفاء الوكيل العام بمحكمة الاستئناف تونس من مهامه وذلك بعد إخلاله بواجب التحفظ ورفضه فتح ملف الجهاز السري لحركة النهضة وذلك بعد أن أذنت له وزيرة العدل في فترة سابقة بذلك وقد أتخذ قرار إعفائه من مهامه بعد أن انتصب مجلس تأدبي في الساعات القليلة الماضية في حقه وقد تطرق الخروقات الجسيمة الذي قام بها هذا القاضي وضربه عرض الحائط تعليمات السلطة القائمة وتمرده على قرار وزيرة العدل القرار بصدد الرقن والتقرير في اتجاه قصر قرطاج ليعرض على رئيس الجمهورية قيس سعيد ترجمة نانسي قنقر